وبين الثنايا المشهد السياسي الداكن بصيص أمل وتفاؤل كويتية عكسه مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام الذي أظهر تحسناً إيجابياً سجلته الكويت وفقاً لمجموعة البنك الدولي عضحت هيئة تجييع الاستثمار المباشران الكويت شهدت ارتفاعاً في رصيدها وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل وذلك كنتيجة مباشرة لتفعيل الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال كما أوضحت الهيئة أن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال قد تحسن بمعدل ستة مراكز كما حافظت الدولة على تصدرها في الترتيب السادس عالمياً على مسوى المكون الفرعي الخاص بدفع الضرائب